بعد الأسيوتي وفترة الأسيوتي رجعت مرة تانية للمصري وظهرت بشكل أكتر تألق وظهرت فيها بمستوى رائع كانت فترة برضو مهمة بالنسبة لي طبعا يعني نادي كبير طبعا زي نادي المصري وناس محترمة وإدارتهم ناس محترمة فإن أنا برضو كان تبقى جديدة علي أن أنا أتغرب بره القاهرة إن أنا أفضل ألعب يعني في نادي جماهير ونادي شعبية كبيرة فده برضو كان ضغط علي بس الحمد لله ربنا كرمني ووفقني وقدرت على قد ما أقدر إن أنا أقدي الناس دي حقها كانت صعبة برضو كانت فترة كويسة ليا بالنسبة لي مهمة في الفترة دي كلها يا عمر وأنت صغير وتتنقل من الأندية للأخرى أكيد في مدربين بتسيب فيك بصمة في مدرب بيسيب فيك علامة في مدرب ممكن ينصح عمر كمال بنصيحة دايماً أنت حطيتها في ذهنك ودايماً شغال بيها من أبرز المدربين خلال الفترة دي لحد فترة المصري اللي دايماً عمر كمال بيسمع كلامه وما بيقدرش ينساه هو كل أعيز ألوحك كل مدرب الحمد لله اتمرنت معاه اللي عندي بصمة يعني حتى من الناشئين لحد الفريد الأول يعني أنا مش عايز أنسى حد يعني من الناشئين كان كابتن توفيق صقر لعبنا دي المحلة كان كابتن خالد الأماش فريد الأول في شتحاد الشرطة كابتن دي عبدالصمد روحتن المصري كابتن طبعاً كابتن حسام حسن كابتن إيهاب جلال كابتن طرق العشري كابتن علي ماهر أخيراً مستر كولر بس أنا أنا بتكلم في أن علاقتي بالمدرب اللي هو على طول بيتواصل معي وعلى طول بأخذ رأيه في حاجات هو كان كابتن علي ماهر كابتن علي ماهر لحد وقتنا هذا وعلى طول لأن علاقتي به علاقة مش كروية بحت يعني أو علاقة بره الملعب قبل جوه الملعب كأنه والدك يعني بالضبط فالموضوع ما بيني ما بينه هو ساعات حتى بي يكون عايز مثلاً حاجة معينة مثلاً في حاجة في الكورة أو في حاجة في حياتي أو الحاجة مثلاً أخذ رأيه إيه رأيك عامل كذا أو أعمل كذا مش عارف إيه يعمل كذا يعني كابتن علي ماهر كان من أكتر الناس اللي هو كان يومك دايماً يقول لي هتروح للأهل كان هو اللي بقول لي هتروح للأهل يعني أنا في المصري كنت ساعتها تاني هدف الدوري كان يقول لي بكرة هتروح للأهل قال لي هتروح للأهل هو فقرك ولما يوم ما روحت ندل الأهلي قبل ما روح ندل الأهلي لما روحت له فيوتشر يعني عكس اللي كان بيتقلع عمر وقت ما كان الكابتن علي ماهر دا مش عايز يسيب عمر للأهل كابتن علي ماهر وقف في رغبة انتقال عمر يعني الكلام دا كان ما كانش صحيح خالص بالمرة يعني كابتن علي من أكتر الناس اللي بتحب تنجح في حياته وما فيش حد ما بيحبش نجح كابتن في حياته وفي شغل فإن هو كانت المشكلة عنده الوقت يعني الوقت اللي أنا كنت روح ندل الأهلي فيه اللي هو من سنتين كون احنا بنلعب في أفريقيا وكننا هنلعب قبل نهائي متأيد في القايمة بالضبط فقال لي انت هتروح مش هتلعب أفريقيا وهتروح هتلعب دوري انت دلوقتي تلعب في كون فيدرالية وربنا يكرم وهنلعب قبل نهائي مع ربنا يكرم نكسب ونلعب نهائي مع أي فرقة هنلعبها تبقى واخد كون فيدرالية وعمل أركام كويسة في الدوري ومشارك مع فرقتك في حاجات كتيرة كويسة ربنا يكرمك إن شاء الله السنة الجاية أول السنة الجاية ربنا يحفظك وتروح ندل الأهل أنا اللي بقولك أنا أول واحدة هوريك هواديك ندل الأهل لكن موضوع أن كان الناس تعود تقول أن كابتن علي من منع أن هو يروح ندل الأهل بالعكس أكثر واحد كان لها خالص بالمرة أنا زي ما قلت حراك ما فيش حد ما بيحبش ينجح فهو برضو بيفكر في يعني مصلحته ومصلحة عمر يعني إحنا الاثنين هنوافق بعض فهو عمر لو مش هيروح مش هيرعب لأهل أفريقيا فيفضل يكمل هنا لغاية السنة الجاي بس